وفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية بدءا من الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة من صباح يوم الأحد بتوقيت موسكو انطلقت في مدينة كازباسك ومنطقتين في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية عمليات مكافحة الإرهاب وفقا للمعلومات الصادرة على المركز المعلومات التابع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب وتقارير من وسائل الإعلام الروسية حاصرت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإرهابيين في المدينتين في العديد من المباني السكنية وتم إجلاء السكان القريبين هذا وتقع جمهورية داغستان في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية في روسيا ويحدها بحر قزوين من الشرق